باللقاءات المنفصلة والمتلاحقة عينها لوفدي الحكومة والمعارضة السوريين مع المبعوث الأممي ستفاندي مستورا تدور عجلة النسخة الثامنة من مفاوضات السلام السورية في جونيف دون أن يتمخد عنها ما يشي بانفراجة تذكر فرغم إبداء وفد المعارضة الموحد استعداده للتفاوض مباشرة مع وفد النظام حال تمسك الوفد الحكومي بالتفاوض غير المباشر عبر الوسيط الأممي دون تحقيق اختراق ولو بسيط يسجل لهذه الجولة من المفاوضات وتتحدث وسائل إعلام مقربة من المعارضة عن ضغوط يمارسها ديمستورا على وفدها في جونيف محذرا إياه من أن فشل المفاوضات هنا يعني استبدال المسار المدعوم أماميا ودوليا بالمؤتمر الذي تعتزم روسيا عقده العام المقبل في سوتي خاصة وأن موسكو حددت له أجندة تفاوض مماثلة لتلك القائمة حاليا في جونيف أي ملفي الانتخابات والدستور ورغم نفي المعارضة لهذه التقارير بوصفها غير دقيقة بالمجمل فإن مصادرها اتهمت روسيا بمحاولة سحب البساط من تحت قدمي مفاوضات جونيف دعما لمؤتمر سوتي تعد روسيا بناء على عضويتها الدائمة في مجلس الأمن أحد الموقعين على القرار الأممي 2254 وإذا كان لدى روسيا نية في الإسهام بإنجاح هذا المسار نرجو أن تظهر ذلك سواء أكان هذا في سوتي أو في أي موقع آخر وكان بيان المعارضة الصادر قبل ساعات لم يشر إلى ما تضمنه بيان الرياض 2 بشأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع بدء المرحلات الانتقالية وإنما دع الوفد النظامي الجلوس وجها لوجه للتفاوض بشأن الانتقال السياسي استنادا إلى القرارات الأممية خطوة فسرت على أنها بادرة حسنينية لمحاولة الدفع بالمفاوضات قدما في وقت حملت فيه الخارجية الأمريكية على ما سمته بسياسة وضع اليد التي مارستها موسكو في سوريا هناك فرق بين أن تختار دولة ما دعم طرف معين في النزاعات ففي سوريا مثلا اختارت روسيا أن تدعم نظام الأسد بينما آثرنا نحن أن لا نفعل وبين أن تجتاح أراضي هذه الدولة وتحتلها وهذا لا يمكن القبول باستمراره في المقابل تفيد وسائل الأعلام النظامية بأن الوفد الحكومي صعد من سقف مطالبه خلال هذه الجولة مطالبا بحصر التفاوض في ملف مكافحة الإرهاب ما يعيد عجلة التفاوض إلى مربع الجولات الأولى في جونيف ويشير إلى عدم نيته الخوض في بنود الدستور والانتخابات التي حددها ديمستورا ناهيك عن بند رحيل الأسد الذي عده الوفد الحكومي غير واقعي بالنظر إلى المكاسب الميدانية التي حققتها القوات النظامية في خرائط المعارك ترجمة نانسي قنقر